أهلاً بعودتكم. إذن لدينا هذا النابض الأخضر هنا لنفرض أن هناك جدار هنا. هذا موصول مع الجدار ولنفرض أن هذا هو موقع النابض الطبيعي. إذن إذا لم أضغط النابض سيكون منبسط للخارج هنا. لكن في هذه الوضعية ضغطوا النابض لذا الزحة له هي X لليسار. سنقلق فقط بشأن المقدار. لن نقلق بشأن الاتجاه كثيراً. إذن ما أود عمل هو التفكير قليلاً. حسناً في البداية أريد عمل الرسمة لكمية القوة الموضوعية عند نقاط مختلفة. كلما ضغطوا هذا النابض ومثلما سأسخدم هذه الرسمات لإيجاد كمية الشغل المبذول على الزنبرك أو النابض المضغوط. إذن لننظر إلى أعلم أني أضغط لجهة اليسار. ربما يجب أضغط لناحية اليمين. حسناً. ما يعني نهوى المقدار من المحور السيني؟ سأرسم الرسم البياني هنا. هذا المحور السيني وهذا المحور الصادي. هذا المحور هو كمية الضغط الذي. كمية الضغط. حسناً. وهذا المحور الصادي وهو كمية القوة التي يجب وضعها. إذن عندما كان النابض للخارج منصحب للخارج. هنا لضغطه قليلاً. ما هي كمية القوة التي يجب أن نضعها؟ حسناً. هذه كانت حالته الطبيعية. ونعلم من قانون هوك أن القوة الإصلاحية سأكتب هذا هنا. القوة الإصلاحية هي تساوي سالب K حيث K هي ثابتة النابض ضرب الإزاحة. الإزاحة X ليس كذلك. هذه القوة الإصلاحية. هذه القوة التي توضع على النابض بغض النظر عن ما يضغطه. القوة التي تضغط هي فقط نفس الشيء. لكن تسير في نفس الاتجاه مثل X. إذا كنت أحرك النابض. إذا كنت أضغط النابض لليسار. ومن ثم القوة التي أضعها هي أيضاً لليسار. إذن سأسمي هذه قوة الضغط. قوة الضغط ستكون مساوية لK ضرب X. وعندما ينضغط الزنبارك أو نابض ولا يتسارع في أي اتجاه. القوة للضغط ستساوي القوة الإصلاحية. إذن ما أود عمله هنا هو وضع قوة الضغط. بالنسبة لX. وكان يجب أن أرسم هذا بشكل معاكس. لكن أعتقد أنك تفهم أن X و Y تتزايد لليسار في هذا المثال. هنا حيث X تساوي صفر هنا. وربما X تساوي 10 لأننا ضغطنا النابض للإزاحة بمقدار 10 أمتار لنرى كم هي القوة الموضوعة. إذن عندما X تساوي صفر وهي هنا كم هي القوة؟ نحتاج لنضغط هذا النابض حسنا. إذن أعطينا قوة مقدارها صفر. زنبارك لن يتحرك. ولكن إذا أعطيناها مقدار ضئيل جدا من القوة سوف ينضغط النابض بشكل بسيط جدا أليس كذلك؟ لأنه عند تلك النقطة قوة الضغط ستكون تقريبا صفر. إذن عندما يكون النابض بالكاد مضغوط سوف نضع قوة صغيرة جدا تقريبا صفر. لكن لإزاحة النابض وضعنا صفر قوة. لإزاحة النابض قليلا يجب أن نضع قوة أكبر قليلا. لإزاحة هي أكثر. الزنبارك أو النابض بعيد 1 متر. إذن إذا كان 1 متر كم هي القوة التي يجب أن نضعها؟ للحفاظ عليه. لنفرض أن هذا 1 متر. كوة الانضغط ستكون كي ضرب 1 وستساوي لكي. ستساوي كي. وحاول أن تدرك لما تضع قوة صفر ومن ثم كي كوة. إن تتابع وضع قوة أكثر بقليل كل مرة تضغط النابض قليلا سيأخذ قوة أكثر بقليل لينضغط بشكل أكثر بقليل. إذن لنضغطه بمقدار 1 متر يجب أن نزود كي. ولإصاله إلى هنا يجب متابعة زيادة القوة التي نضعها عند 2 متر. يجب أن نضع 2 كي. وإلى آخره. أعتقد أنك ترى الخط هنا. لنرسم هذا الخط. الخط يبدو هكذا. إذن هذه كمية القوة لازمة لنضعها كإكتران للإزاحة للنابض من الحالة الراحة الطبيعية له. وهنا لدينا إكس موجب تسير إلى اليمين في هذه الحالة. إكس موجب لليسار. ونحن نقص فقط الإزاحة الفعلية. لا يعنينا كثيرا الاتجاه هنا. إذن فقط نريد التفكير قليلا ماذا يحدث هنا. يجب فقط أن نتابع بشكل بطيء. يمكن نوضع قوة كبيرة بالبداية. إذا وضعت قوة كبيرة في البداية سوف يتسارع النابض عمليا لأننا نزود قوة أكبر من القوة الإصلاحية. لذا ربما ستتسارع ومن ثم عمليا سنقوم بمثال على ذلك. لكن حتى نزيح النابض لمسافة معينة يجب إضافة قوة بشكل تدريجي حتى يتم موازنة القوة الإصلاحية. على أمل أن هذا منطقي بنسبة لك وأنك تفهم أن القوة تزداد بشكل متناسب كأكتران للمسافة. وهذا بسبب أن هذه معادلة خطية. وما هو الميل لهذا؟ حسناً الميل هو الارتفاع على المدى البعيد. وإذا سرنا بمقدار واحد ما هو الارتفاع؟ هو كي. إذن الميل لرسم البياني هو كي. الميل هو كي. إذن باستخدام هذا الرسم لنجد ما هو الشغل اللازم لضغط زنبارك أو النابض. لا أعلم لنفرض أن هذه هي مقدارها إكس صفر. إذن إكس صفر هي قيمة معينة من إكس ممكن أن تكون عشرة لنرى كم هو الشغل اللازم. إذن ما هو تعريف الشغل؟ الشغل يساوي القوة. القوة. القوة في اتجاه الإزاحة ضرب الإزاحة أليس كذلك؟ إذن لنرى كم هي الإزاحة. إذن عندما نسير من الصفر إلى هنا كمنا بهذا المقدار من الإزاحة وإن كانت القوة للإزاحة. حسناً القوة كانت تزاد بشكل تدريجي طوال الوقت. القوة ستكون تقريباً بهذا الكبر. أنا أقوم بالتقريب وسأبين لك أنه يجب التقريب. إذن القوة هي تلك المربع هنا. ومن ثم حتى يزاح بقدر المسافة القليلة التالية. القوة ستزداد قليلاً. أليس كذلك؟ إذن هذه الكوة وهذه المسافة. إذن كما ترى الشغل الذي نبذله هو عملياً سيكون المسافة تحت المنحنة كل من هذه المستطيلات. أليس كذلك؟ لأن الارتفاع من المستطيل هو الكوة والعرض هو المسافة. إذن الشغل سيكون هو مجموع كل هذه المستطيلات. والمستطيلات التي رسمتها هو نوع من التقريب. يجب أن تجعل المستطيلات أصغر وأصغر وأصغر وتأخذ المجموع لعدد أكبر وأكبر من المستطيلات. أليس كذلك؟ وعملياً سنقوم بنوع من التكامل الآن. وإذا كنت لا تعلم التكامل لا تقلق بشأنه لأن الخلاصة هي الشغل المبذول. وسيكون المساحة تحت هذا الخط. إذن الشغل المبذول لعمل إزاحة مقدرها X للنابض. هي المساحة من هنا إلى هنا. وما هي هذه المساحة؟ حسناً هذا المستطيل. إذن فقط نريد معرفة القاعدة والارتفاع والارتفاع ونضربها بنصف. هذه هي مساحة المثلث. إذن هذه فقط هي X0. ما هو الارتفاع؟ حسناً نعلم الميل هو K. إذن هذا الارتفاع سيكون X0 ضرب K. إذن النقطة هنا هي النقطة X0 ضرب K. إذن ما هي المساحة تحت المنحنة؟ وهي الشغل الكلي المبذول لضغط النابض بمقدار X0 متر. حسناً إنها X0 ضرب الارتفاع ضرب K. ومن ثم بالطبع ضرب النصف لأننا نتعامل مع مثلث هنا. قائم الزاوية. إذن هذا يساوي نصف K X0 تربيع. وللذين يعرفون التكامل بالطبع هي نفس الشيء. نكامل KXDX وهذا منطقي. كل هذه المشتقة لDX. لكن لا أريد أن أخذ بهذا كي لا أربككم. إذن الشغل الكلي لضغط النابض لمسافة X0. أو إذا أنشأنا مسافة مقدارها X0 إلى هنا. ولماذا هذا مفيد؟ لأن الشغل لازم لضغط النابض. هذا القادر هو نفسه طاقة الوضع الموجودة هنا. المحفوظة في النابض. إذن إذا قلت لك ألدي نابض وثابت النابض يساوي 10. وضغطه بمقدار 5 متر. إذن X تساوي 5. 5 متر في الوقت الذي ضغطناه ما هي طاقة الوضع الموجودة في النابض؟ يمكن أن تقول أن الطاقة الوضع تساوي نصف كي ضرب X تربيع وتساوي نصف نصف العشرة ضرب 25 وهذا يساوي 125. وبالطبع الشغل وطاقة الوضع تقاس بالجول. إذن هذا ما يجب أن تحفظه. وعلى أمل أن لا تحفظه فقط افهم من أين حصلنا عليه. ولهذا قضيت أكثر من 10 دقائق في شرحه وإيجاده لكن هذه كمية الشغل. وكمية طاقة الوضع الكامل عندما يتم ضغط النابض إلى تلك النقطة أو عمليا يتمدد بهذا القدر. كنا نضغط لكن نستطيع أيضا أن نمدد النوابض. إذا كنت تعلم هذا عندها يمكنك حل بعض المسائل. لإيجاد طاقة الوضع في النوابض. وسأترككم الآن. أراكم في الفيديو التالي. إلى اللقاء.